بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله أهم حاجة في مهنة المحامة إنك حضرتك بتشتغل في عمل حر ما انتش موظف بتنتظر مرتبك آخر الشهر فلازم يكون عندك أساسيات في الحياة تكون عرفها وفهمها وتملأ وجدانك عشان تطمنك وترسيك وتخليك تأدي واجبات مهنتك بكل ثقة وثبات واحترام أمور لازم تكون عرفها إن مسألة الرزق مش عند حد وفي السماء رزقكم وما تعدون الأرزاق عند ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل مجتهد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يرى اجتهد هذه الآية خاصة بالآخرة لكن كمان نقدر نطبقها في الدنيا كمان اجتهد وأسس نفسك وتعلم وثقف نفسك وإملى نفسك خبرة من المحامة والقانون وخبرة المحاكم ولا تستعجل الرزق واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك من المسائل المهمة جداً اللي بتفرق محامة عن التاني المحامة المستعجل اللي عايز يكسب فلوس بسرعة المحامة مش كده المحامة في بدايتها مرهقة جداً وأتجد نفسك عمال بتتعلم وبتحصل علم وبتكون شخصيتك وبتكون نفسك والرزق قليل في البدايات لكن بعد ما ربنا بيوفقك ويشوف اجتهادك وتعبك وإخلاصك وإصرارك على النجاح بتجد الرزق يجيلك بمنتهى السهولة بيبقى زميلك اللي بيشتغل في بداياتك بيشتغل أقل منك ويكسب أكتر منك بعد فترة انت بتشتغل أقل منه وبتكسب أكتر منه كتير جداً وده فرق مهنة المحامة ودي مشكلتها كمان في نفس الوقت لازم تختبر المحامي لازم المحامي يتعب فيها جداً في بداياته ويصبر ويتحمل لكن قطعاً بيختلف عن كل زملاء المشتغلين بالقانون إذا ما توفق ونجح بيبقى أفضل منهم في دخله بيبقى أقل منهم في جهده بأقل جهد بيقدر يكسب كويس جداً دي من الأمور اللي لازم ننبه لها الأساتذة المحامين إنك في بداياتك لا تيأس ولا تستعجل ولا تنزعج من المواقف لأن كتير من الزملاء بيبقوا حبين المهنة ونفسهم يكونوا محامين لكن ما بيقدرش يكتاز هذه الفترة فترة البداية لأنها فعلاً بتبقى صعبة لأنها فعلاً بتبقى مرهقة لكن بعد ما بيكتازها بيكون حد مختلف عن كل أقرناءه المشتغلين بالقانون في المجالات الأخرى خلاف مجال المحامات ولازم الواحد يكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا عند حسن ظن عبدي بيه فأحسن الظن بالله ربنا هيكرمك وتفاء الخير وصمم على طلبك بأنك تكون محامي ناجح ومجتهد ما يغركش النمازج اللي هتشوفها مش هتكون مبسوط منها بص للنمازج اللي اجتهدت ونجحت وحققت النجومية في المحامات وقول أنا هكون زيهم بل أحسن منهم كمان زي المثل ما بيقول كن جميلاً ترى الوجودة جميلة وزي المثل اللي بيقول صوب سهمك إلى النجم علك تصيب المئزنة دايماً خلي حلمك كبير وخلي طموحك كبير وقول أنا هكون محامي ناجح ومتميز ومشهور وقول لنفسك إن المحامي الناجح والمتميز والمشهور لن يصل إلى هذا إلا بعد أن يكتاز فترة البداية وما أصعبها لكن نتيجتها ما أجملها وما أعظمها نتيجة متميزة محدش هيحصلك فيها ولازم يكون عندك بدائيات تكون بتتعامل فيها مع الناس اللي هي إيه تتفهم ظروف الناس زي المثل اللي بيقول أعقل الناس أعذرهم للناس أعقل الناس أعذرهم للناس وكمان اقبل معازير من يأتيك معتزرا إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أجلك من يرضيك ظاهره وقد أعزك من يعصيك مستترا لأنك أنت شايف نفسك أستاذ كبير وهتبقى زو قيمة وأنت من أول لحظة وأنك زو قيمة لأنك بدأت طريق النجاح وطريق التميز ما تدقاش أو في اللحظة اللي أنت فيها بص الأدام هتلاقي نفسك مختلف تماما وتصرف مع الناس من الأول على إنك محام كبير وقدير ومتسامح وقادر وملم وفاهم وتستطيع أن تحمل همومهم وأمورهم ومشاكلهم وتستطيع أن تمر بهم إلى بر الأمان من مشاكلهم كل دا يستلزم منك أنك تكون أنت نفسك واصخ أنك أستاذ محامي أنت نفسك تكون واصخ من نفسك أنك قادر على أنك أنت تتولى مشاكل الناس وتسعى لحلها وتواجه كل ما تقابله من صعوبات تزللها أمام نفسك للوصول بأصحاب المشاكل إلى حلول وإنهاء منازعتهم وإنهاء ما يعانون منه والحصول على حقهم وحقوقهم فكم هي مهنة نبيلة وكم هي مهنة محترمة لمن يحترمها ويتصرف معها بالنبل اللائق بها وكما ذكرنا أن هذا يستلزم منك أن تكون قوياً صابراً محتملاً لظروفك القاسية ثم بعد وقت قليل أو كثير ستذكر هذه الأيام وتتنظر بها وتفتخر أنك كم عانيت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ثم بعد ذلك انظر إلى زملائك الذين التحقوا بالوظائف والمناصب قطعاً ستجد نفسك أفضل منهم وسيشار إليك بالبنان وأم يزما يميزك عنهم أنه بيبقى صفته في مهنته والوظيفة غير لصيقة بالإنسان قد يفقدها في أي لحظة أما أنت صفتك وكيانك في اسمك الأستاذ فلان المحامي اسمك هو القيمة اسمك هو الكيان اسمك هو من يستحق أن تبنيه وأن تكتهد وأن تكافح من أجله وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة